سعيد أمسكان رئيس المجلس الوطني للحركة الشابية هناك بعض إشاءات تقول على هناك أزمة داخل الحزب وش فعلا الحزب يمر من ساعة صعبة أو أنا من حق أي واحد يقول اللي يبغى ويعالق اللي يبغى وربما تبعتي معنا وحضرتين عن المؤتمر ديالنا قاعد الناس كانوا تقولوا كيف يدوز المؤتمر ديالعد الناس فإذا بينادوزنا أحسن ربما مؤتمر مما المؤتمرات كل اللي ديس لمن ناحية الشفافية والديموقراطية وعطينا الفرصة المنافس وصوتنا بصناديق الزوزاجية إلى غير ذلك ألغمتين نشوف شانها التصدعات دبل تتكلموا عليهم الناس والمشاكل تتكلموا عليهم بالنسبة للاجتماع اللي هو مرتقب يوم السبت ما هي المواضيع أو النقاط اللي مدرجها أجدوا الأعمال ديال المجلس الوطني المجلس الوطني غادي يجتمع في الدورة دياله العادية التانية من بعد الدورة اللي كنا ننتخفنا فيها المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني لغير ذلك فهذه الدورة التانية عادية فالوقت ديالها المناسب اللي مصوص عليها في القانون الأساسي واجدوا الأعمال لكين غايتكون كلمة طبعا سياسية ديال السيد العميل العام اللي غايتتكلم عن الوضع العام والوضع الخاص داخل الحيز بلا غير ذلك ثم بعد الكلمة غايت نعطيه كلمة جشتر أسعة الفرق البرلمانية يتكلمون على الحصيلة ديال الغرف البرلمانية نيسي بيان ثم بعد ذلك غادي ننصدقه على النظام الداخلي ديالنا لأنه مدى شايف هذه الدورة اللولى وعاود شفناه في هذا الخر ومن بعد نظام الداخلي غادي كذلك نتخبه أربعة الليجان كينا الجناة ديال التعذيب والجزاء الجناة ديال المراقبة المالية ديال الحزب هادو منصوص عليهم في القانون الأساسي انه خصوم يكونوا من سبعة الناس فقط ثم لجناة ديال المناصفة والجناة ديال تتبوى ديال العمل المغربة في الخارج كذلك هادو تكونوا مفتوحين لواحد العدد ديال الناس وكذا فعنا الجوج ديال الطرق معنا شي عشرين إما أنه غا يكون واحد توافق من الناس اللي غادي يحضروا من ديك خمسمائة واحد ديال المجلس الوطني على أنه غا ينمشوا بعض اللوائح اللي الأسماء ديالها وزينة مثلا ديبه في قضية اللجنة ديال التعذيب ما غيرش ندور فيها أي واحد فدرنا واحد عدد الأسماء ندوك السبعة إلى قبلهم الناس ديال المجلس الوطني غا يندوذوا الله يحاون خليهم ما يدروا الرئيس ديالهم من بعد فيهم أستاذ جامعي وقاضي سابق فيهم نقيب ديال الضالبيضاء ديال المحمون فيهم واحد عدد ديال ناس ديك ساعة يختاروه مشكلة هو أصلحه هو أليق لهذه اللجنة التعذيبية كلمة على الأداء الحكومي وأنتم تشاركون في هذا الاتذف أهو مع الأداء الحكومي إحنا مع الأسف شديد أنه وإحنا في هذه الحكومة مشاركين في الحكومة أنا من الناس اللي حضرت الميتاق ديال التنسيق ديال أعضاء الحكومة ديال أغلبية ولكن مع الأسف شديد اليوم تنشوفها ديال شيلتي وقعدة بال عدم اللقاءات ديال للأغلبية ما تجتمع شيء الحالة اللي تنشوفها ما بين عضوين من الأغلبية يعني في البرلمان بحيث أنه لتجأنا التصويت وكذا إلى خير فهذا شرخ كبير في قضية الأغلبية ثم ما نكذبوش على رصنا كين بوادر ديالها التنائية السياسية ديال الواحد وعشرين جوجل الأحزاب السياسية ومالتت نفس في المغرب ديال باوتت الدبز على واحد وعشرين هذا كذلك ظاهرة غير سليمة أنا في اعتقادي وفي النظرين ترجمة نانسي قنقر